اشتركوا في القناة منوية بما تشهده مملكة البحرين من ناظة فنية وثقافية شاملة مشيدة في هذا الصدد بالجهود الفنية لمعالي الشيخ راشد بن خليفة ودوره في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين من جانبه أكد الشيخ راشد الخليفة أنه انطلاقا من رؤية عهل البلاد المعظم والدعم المتواصل لسموه للعهد رئيس مجلس الوزراء فإن مملكة البحرين ماضية في نهجها الحضاري القائم على الانفتاح وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بما يعزز من التقارب بين الشعوب والثقافات وإشاعة السلام والوئام في العالم منوها بما تشهده جورجيا من حراك ثقافي وفني مؤكدا على قدرة الفن على مد الجسور وخلق تجارب تبقى في ذاكرة الأوطان والشعوب وقد افتتح معرض نور الصباح للفنان الشيخ راشد بن خليفة الخليفة بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين والمهتمين بالشأن الفني والثقافي من كل البلدين حيث تضمن المعرض مجموعة من أحدث الأعمال الفنية للشيخ راشد بن خليفة الخليفة